بين الألغام نسير إلى انتخابات غير محسومة النتائج فجزء من المعنيين بها يرون أنها لن تغير شيئا وجزء آخر يعتبر أنها ستبدل كل المعطيات على هذه القاعدة يحاول كل طرف اقتناص أفضل الفرص حاليا من أجل تأمين الغل من الانتخابات الموعودة لا لأنها ستبدل المعطيات بل لتسجيل النقاط لا أكثر ولا أقل نناقش تقريب الموعد وإضافة كوتا من هنا وكوتا من هناك واقتراع المغتربين المبهم والأسليب المختلفة لتبديل المعطيات والنتيجة واحدة ووحيدة ومعروفة وهي أن معظم من في الحكم لا يريد الانتخابات من أساسها وقبل الانتخابات يحط وزير الخارجية الإيرانية متباكيا على المرفأ وعلى حالة لبنان وعارضا بناء معامل الكهرباء ومتناسيا أن الحالة التي وصلنا إليها ما هي إلا نتيجة للاحتلال الإيراني الواضح والصريح والذي لم يعد يحمل لا مواربة ولا تغطية وانطلاقا من ذلك وحده حزب الله لا يهمه وضع الانتخابات فهو رابح رابح ولو لم يحصل على أي مقعد إنها نتيجة القوة أو الاستقواء وأبعد من ذلك انفجر مرفأ أو احترق مستودع أو مات الناس جوعا أو قهرا كلها تفاصيل أمام القضية الكبرى أليس كذلك؟ لن تتغير المعادلات من دون تغيير التوازنات والتوازنات لا تتغير إلا بتداعيات كبرى وحتى ذلك الوقت لا يسعنا إلا الانتظار والتأمل إلى أن يصبح الضرف سامحا ويصير الوقت كما الأسبوع الماضي قبل ما أستقبل سيد جورج غانم بدي بلش بمجموعة مدخلات مع المشاركين ببرلمان الشباب اللي نحن أصلا يعني رح نتابع معهم شغلهم وعملياتهم الاقتراعية لحتى مستقبلا يصيروا أيضا مشاركين بالسيديو جوزاف الخوري فضل حضرتك من أي ليحة جوزاف الخوري نعم تضل بنسمعك جوزاف الخوري أنا أول شي بدي أحكي أنه أنا بمثل حزب الوات اللبنانية بس بنفس الوقت أنا بدي أحكي باسمي وباسم الشعب اللبناني وبجيل الشباب اللي بيشبهني نعم نحن أكيد منقيد أن الانتخابات النيابية رح تصير قبل بوقت بوقت اللي كنا عم ندعي لانتخابات نيابية مبكرة رح تصير ساعة وعشرين أزار ونحن هيده فرصة لقلنا لأنه كل يوم أقرب للانتخابات هو نفس زيادة لحتى لنطلع من الموت السرير اللي نحن هلأ عم نعيشه يعني بتعتبره كأن انتخابات مبكرة بالنسبة لقلنا أكيد أنه كل فرصة أقرب وحتى إذا بعد فينا نقرب أكتر الانتخابات النيابية أكيد هيده فرصة أحسن بس نحن هلأ صرنا بانتخابات عم نطلب الانتخابات الشرعية تصير بوقتها ونحن على هيده الأساس بدنا نصر أنه تصير بوقتها بس للأسف أستاذ مارسال أنه نحن بعد فيه هلأ أطراف بعدها عم تدعي وعم بتجرب تحركش بانتخابات النيابية من شكلا ومضمونا وأنونا لحتى لي تطلع هيده الانتخابات فاشلة أو ما تصير حتى ورح يلاك كيف مثل مين رح يلاك كيف نحن هلأ بالانتخابات النيابية هيده المحادثات اللي عم بتصير حوالي قانون الاختراب اللي هو عم بيجرب اقتراع المغتربين اقتراع المغتربين وأنا هوني بدي أحكي شغلي هاودي مش مغتربين هاودي يسافروا هجرة هاودي يراحوا لأنه هربوا من الأشخاص اللي هوني هربوهم هجرواهم من بياناتهم جبران باسيل اللي هلأ عم يحكي انه هاودي الأشخاص من لازم ينتخبوا من جبران هجر؟ من بياناتهم جبران باسيل اللي هلأ عم يتدخل كيف هاودي الأشخاص لازم ينتخبوا وبنفس الوقت إذا هؤلاء الأشخاص هلأ هاجروا إنه راحوا لحتى لي يتعلموا بالدين أو يشتغلوا بالقلة أحسن ما يعيشوا بالذلة عم نعيشوا نحن هلأ وبنفس الوقت في عندك القانون الانتخابي اللي نحن أصلا كمانا كحزب قوات لبنانية متماسكين فيه في غيرنا عم يدعي لحتى لي يتغير هذا القانون لحتى لي يكون مسألها يعني بدك تقلي بالخلاصة أنه أنتم متمسكين بهذا القانون الانتخابي بما فيهن انتخابات المغتربين صح شكرا لك جزيل خلص وقتك في عندك غيرك في مجال لغيرك هانيا كنيحو فضلي هانيا معكي ميكرو هانيا كنيحو أول شي بونسوار موسيو مارسل بونسوار جميعا أنا وحكونا عم بحكي باسم لاحة شباب صناعة التغيير يلي نحن عم نخود انتخابات نيابية ببرلمات الشباب وهي بتتشبه الانتخابات اللي حنخوضها بعد كم شهر نحن شي المبشر ويلي عم نشوفه بطريقة إيجابية جدا انو الاشخاص عم تباليش تسقل شو مشروعكم شو مشروعكم بالوطن انتو كيف حتقدروا تجوا تلمسوا هيدا التغيير وهيدا اهم شي انو الشخص يكون عم يسقل عن المشروع وعم يسقل مين هن هول الاشخاص اللي قادرين يطبقوا هيدا المشروع وقال بلوس نحن كمان عم نشوف قديل الاشخاص عم بهمة تشوف المحاسبة نحن بالنهاية لكل شي وصلنا له بالوضع الحالي هو لان من وراء شعب نايم بمطرح معين ما كان في بارت المحاسبة الاشخاص المحذبين والاشخاص غير المحذبين اتنيناتهم عم يسقلوا بدهم محاسبة لان الوضع اللي نحن وصلنا له ما في حدا مرتاح ما في حدا مبسوط ما في حدا الدولار عنده ما انه هلأ عم يحلق بالسبعة عشر الف فبالعكس نحن نكون عم نشجع كل شخص انه انتو عندكم الحق انكم تروحوا تنتخبوا لو كانت ورقة بيضة نزلوا وانتخبوا لو كانت ورقة بيضة انتو عم تمثلوا صوتكم وعمتعتوا صوتكم فبالنهاية نحن هذه الانتخابات هي يمكن نلمس تغيير يمكن يكون تغيير بسيط بس انا مأكدة وبآمن انه طول ما نحن نشوف هيدا التغيير ببرلمات الشباب الحالي وعم نتعرف على شباب عن جد هدفه كيف تكون عم تتقدم لقدام ان شاء الله وبإذن الله نحن نكون عم نضمن مجتمع أحسن وأحسن بربو عليكي